المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة التطورات الميدانية تقلب المعادلة السياسية لمصلحة دمشق ومعركة تحرير الشمال تقترب من الحسم فهل تفتح معركة تحرير شرق الفرات ارتغان يهدد بعملية عسكرية في ادلب ويتام روسيا بانتهاك اتفاق سوتي والكريملين ينفي ويؤكد ان ادلب ما زالت مركزا للارهابيين كرات كبيرة في صفوف التحالب السعودي بعملية البنيان المرصوص الاف القتلى والاسرة والقوة الصاروخية والجوية تضرب اهدافا حساسة في السعودية التطورات ميدانية سريعة تشهدها الجبهات الممتدة بين رفي حلب الجنوبي وادلب الجيش السوري وخلفائه يتقدمون بشكل سريع على مسافات كبيرة بين الجبهتين واستنهيار لمسلحي جبهة النصر والجماعة المسلحة المدعومة من تركيا عشرات القرى والبلدات وبعضها يتمتع بموقع استراتيجي باتت محررة ومنها معرة النعمان وخان طومان معادلات ميدانية قلبت المعادلات السياسية لمصلحة دمشق وربما تمهد لفتح معركة شرق الفرات وهو ما أزعج أنقرى حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب اردغان بأن بلاده لن تقف متفرجة حيال هذا الوضع ولوح باستخدام القوة العسكرية فهل هو قادر بالفعل على تنفيذ تهديداته أم أن وقائع الميدان تجاوزت بشكل كبير طموحاته وحساباته وفي المسائية نتوقف عند الأبعاد الاستراتيجية لعملية البنيان المرصوص التي نفذت القوات المسلحة اليمنية في نهم ومحافظتي مأرب والجوف وكيف ستنعكس مشاهد تحرير 2500 كم مربع وطرد التحالف السعودي من مواقعه وإنزال خسائر كبيرة في صفوفه على مسار الحرب في اليمن بشكل عام أرحب بضيوف الملف الأول في مسائية الليلة هنا في السوديو الكاتب الصحفي الأستاذ يونس عودة ومن إسطنبول أستاذ علاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ابن خلدون التركية الدكتور برهان كوروغلو حيكم ضيفي العزيزين ونبدأ من التطورات الميدانية تسارع تقدم الجيش السوري وحلفائه على جبهتي إدلب الشرقية وحلب الغربية وسط تهاوي دفاعات المجموعات المسلحة وانهيار معنوياتها حيث شهدت الساعات الأخيرة تحرير قرية القلعجية جنوب غربي مدينة حلب وبلدات رجم جدران وتلال هزمر وخربة خرص على محور خانطمان في ريف حلب الجنوبي موسيقى 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 وخير لقوات تركية تدعم أو تؤمن انسحاب المجموعات المسلحة التي تتراجع أمام تقدم الجيش السوري في مناطق ريف إدلب الشرقي نقاط المراقبة التي أمنت على مدى سنة ونصف السنة قواعد لوجستية خلفية لدعم المجموعات المسلحة أغلقت أبوابها في وجه حلفاء الأمس أنقرة تراقب هزيمة من دعمتهم لثماني سنوات وتحشد قواتها على الحدود لمنع تسرب الهاربين إلى أراضيها الأتراك دفعوا منذ أشهر مجموعاتهم المسلحة إلى عمق إدلب بالقرب من خطوط الدفاع السورية لتعطيل أي عملية عسكرية الجيش السوري تحت غطاء جويا روسي انتشرت قواته ققوسا حول شرق محافظة إدلب ومع استعادة سراقب واستكمال القوات تقدمها من غرب حلب ستكون محافظة إدلب متوقة بالكامل على ما تبقى من معاقل المسلحين فيها ولم يكن من قبيل المصادفة أن يسبق العمليات العسكرية نشر وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا خبرا لا يتم تناوله عادة فيها عن اجتماع اللواء علي مملوك بحقان في دان في موسكو مطلع هذا العام واقتصر الخبر على أن دماشق مصرة على استعادة إدلب وعودة الدولة إليها وعلى أنقرة الالتزام بتفاهمات سوتي إذن لا مفاجآت لأنقرة التي قررت الانكفاء والاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي ترفض العملية أنقرة لا تريد مواجهة مع الجيش السوري في إدلب وأمام الضغط الروسي لإعادة فتح قلوات مع دماشق وتفعيل اتفاقية أدنى تجد نفسها أمام خيار التنازل عن دعم المجموعات المسلحة لمساومة الروس حول الملف الليبي أولا وإنهاء واحدة من أكبر البؤر القاعدية في المحرقة السورية التي تؤوي جيشا من خمسين ألف مسلحين قبل أن تنتقل نيرانها إلى أراضيها وهذا أيضا أحد أثمان معركة إدلب الجيش السوري يصر على استكمال الحسم العسكري فما تبقى من معاقلة للمسلحين يمكن إلحاق هزيمة بها رغم ضخامة العدد نسبيا هزيمة معارة النعمان بوابة مدينة إدلب الجنوبية وخسارة المظلة التركية التي قدمت الدعم السياسي والعسكري لسنوات يدفع لمواصلة الهجوم وانتزاع انتصارا يليق بالجيش السوري وحلفائه وبسوريا دي مناصيب دماشق الميادين سيد يونس سعودة أصعد الله مساءك إذا ما أردنا أن نقيم الواقع السياسي الميداني ربطا أيضا بالوضع السياسي المتعلق بإدلب كيف يمكن أن نختصر الصورة في الشمال السوري بداية يعني بلا شك يجب أن نأخذ ما أعلنته سوريا تكرارا على لسان الرئيس بشار الأسد وعلى لسان كل المسؤولين السوريين حتى في المحافل الدولية بقرار واضح سوريا ستحرر كل الأراضي السورية وهذا أمر غير قابل للنقاش مهما كان هناك من تداخلات العملية تدريجية ما يجري اليوم في إدلب وفي أرياف حلب تقريبا تشبه العملية التي صارت أثناء تطهير أرياف دمشق وصولا إلى الغوطة القدم التدريجي استعداد ومن ثم تقدير موقف وهجوم أنا أعتقد أن ما رمى إليه الرئيس التركي هو ليس إلا مسألة صوتية غير قادر على تجاوز ما يمكن في الميدان بعد سنوات من التجميع أستاذ يونس هل يستطيع الجيش السوري وأيضا الروس تجاوز المصالح التركية في منطقة الشمال السوري إذا قلبنا السؤال هل يستطيع أردوغان أن ينقلب على الاتفاق مع روسيا ماذا سيكون وضعه الداخلي هنا بعد هذه السنوات وبعد ما حصل من تنافر مع الولايات المتحدة إلى حد ما وأيضا العلاقات مع الجوار كله غير طبيعية فلا يمكن أن ينقلب وإلا سيكون أمام وضع داخلي معقد جدا ليس فقط مع المعارضة وإنما أيضا داخل الجيش وهذه مسألة في غاية الأمية خصوصا رغم عملية التطهير التي يقوم بها منذ سنتين تقريبا لم يتمكن حتى الآن من تصفية الجيش ويصبح الجيش خالصا له والدليل على ذلك عندما يعلم مثل هذه التصريحات ويلتقي لواء علي المملوك في دان في موسكو هذا يعني أن هناك مسار آخر مفتوح وهذا المسار لا يمكن أن تتراجع عنه تركيا لأنه برعاية روسية وهناك خسارة كبيرة إذا تراجع أردوغان عن هذا المسار أي أقفل ملف العلاقات الاستخباراتية التي طبعا لها ترجمة ميدانية إذا أقفل هذا المسار إذن هو سيضطر إلى اتخاذ مواقف عدائية تؤدي إلى نشوب معارك بالميدان وهذا يعني مشكلة أمام الجيش سمحني نسأل دكتور برهان أيضا في هذه المسائل دكتور برهان في خطابين متناقضين فيما يتعلق بالشمال السوري خطاب سوري روسي يقول بأن تركيا لم تلتزم بالاتفاقات التي ألزمت نفسها بها في سوتي أو في القمة الثنائية بين الرئيسين فلاديمير بوتن والرئيس رجب طيب إردوغان ولم تسحب المقاتلين من منطقة بعمق 15 إلى 20 كيلومتر في منطقة جنوب إدلب أو الأسلحة الثقيلة أو غيرها بالمقابل تركيا تقول أن روسيا لم تلتزم بالاتفاقيات معها الحقيقة من وجهة نظرك أين؟ أولا يجب أن أقول بصراحة أن ما يتحدث ضيفك هناك عن تطهير وهذه المناطق هي أصلا تدمير دمرت المناطق كل السورية أصبحت ليس متهرة ومدمرة وهذا طبعا أسف شديد جدا بالنسبة لهذا الأمر نحن كدولة جارة وليس عندنا أي أجندة أخرى فقط لاستقرار والسلام في الإدلب كان بإمكان تركيا أن تتدخل عسكريا على داخل الإدلب ويمكن أن تدمر عناصر هناك عناصر أسكرية ولكن تركيا لا تريد حرب مع سوريا ولا مع أي دولة لذلك فقط عمليات التي قام بها تركيا مثل در الفرات مثل نبع السلام هي قادة فقط لتأمين أولا أمن الحدود التركي ثانيا تأمين استقرار على الأقل في مناطق هناك يعني منطقة آمنة ليكون هناك مجال للشعب السوري يعيش في هذا بعيدا عن الإرهاب أما بالنسبة لموقف التركي بالنسبة للسوشي طبعا ما عليها في شديد تصرفات النظام وطبعا تصرفات الجيش الروسي لم يسمح لتركيا أن على الأقل طبعا هذه الأناصر ليست تابعة لتركيا مثل ما هذا تحدث أن هذه الأناصر الإرهابية تتبع لتركيا هذا غير صحيح الأناصر التي تتبع أو يعني له علاقة بتركيا هي الجيش الحر وليس هي هي هيئة تحرير الشام ولا النصرة ولذلك ولكن حتى هذا الأمر كان يمكن تركيا أن تفك بين الأناصر المعارضة الصحيحة وبين الإرهابيين يمكن أن تفك بينهم ولكن النظام هذه التدخلات وضربات النظام طبعا لا تسمح لتركيا لتقوم بهذا الدور السلام في المنطقة الآن ما نحن فيه الآن طبعا تدمير مستمر وقصف المدنيين لذلك أولا كلهم بدأوا يلجأون مئات الألاف من الناس إلى الحدود التركية الآن تركيا أمام موجة جديدة من اللاجئين بعد أربع مليون الآن هناك مليون على أبواب تركيا طبعا ماذا سنعمل؟ الموقف التركي إلى الآن منذ البداية الأزمة موقف لسلامة المدنيين بالدرجة الأولى فقد تركيا الآن بعد هذا الأمر بدل خيار التدخل العسكري يمكن يلجأ إلى أن يمكن نستقبل جزء من اللاجئين الآخرين ويفتع أبوابها إلى أوروبا لأن هناك مسؤولية للمجتمع الدولي سنتحدث عن موضوع المدنيين وموضوع اللجوء لكن تسمح لي نعرض مواقف اليوم الصادرة من تركيا ومن روسيا الرئيس التركي مشاهدين حذر الرئيس تركي رجل طيب أردوهان حذر من أن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو في مناطق سورية أخرى ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية وقال أردوهان أنه جر انتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا مشيرا إلى أن اتفاقية أضنى تمنح تركيا الحق في الدفاع عن حدودها شمال سوريا إذا لم يعد الوضع في إدلب إلى طبيعته فورا فلن يكون أمامنا خيار سوى العملية العسكرية ونحن نصل إلى مفترق الطرق نفسه في المنطقة الآمنة حيث لم يتم الإفاء بالوعود التي قطعت في المقابل نفع الكريملين اتهامات الرئيس أردوهان حول عدم امتثال روسيا لاتفاق سوتي بشأن سوريا المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف شدد على أن روسيا تمتثل امتثالا تاما لجميع الالتزامات بموجب اتفاقيات سوتي بيسكوف أسف لعدم تطبيق الوضع مع ما هو مرغوب مشيرا إلى أن هذه المنطقة ما زالت مركزا للإرهابيين دكتور برهان في نقطتين في هذه التصريحات الأولى تتعلق باحتمال تدخل عسكري تركي مباشر بعملية عسكرية في مواجهة الجيش السوري هذا ممكن كما هدد الرئيس أردوهان يعني تركيا ماذا عمل من قبل فتح مناطق آمنة لجوء المدنيين يمكن إذا تركيا شعر أن هذه الهجمات هذه الضرب والقصب والقتل من طرف الجيش السوري استمر إلى أن تدفع هذه المدنيين إلى حدود تركيا إلى داخل الحدود يمكن أن تركيا تتحرك يعني بشكل طبعا لا يكون بشكل كبير ولكن بشكل جزئي يمكن تضرب بعض الأناصر السورية حتى يعني يرجعهم إلى الوراء حتى يكون هناك يعني لنقول يعني مسافة معينة لاستقرار المدنيين على الحدود التركية لأن هذا الأمر سيؤدي إلى فعلا تهجرة وإلى كارثة إنسانية أنت هنا دكتور برهان تتحدث عن جيش سوري يقوم بمواجهة مدنيين يعني أنت هنا تتجاهل أن في أكثر من خمسين ستين جماعة مسلحة غالبيتها تقريبا تتبع لتنظيم القاعدة وتواجه بالسلاح الجيش السوري يعني في معركة تجري حاليا كأنك تتجاهل أنه في قوة عسكرية مقابلة للجيش السوري في الشمال لا يعني أنا طبعا يهم تركيا بالدرجة الأولى وضع المدنيين الآن هذه المدنيين يقصفون يعني هنا أمام عيوننا مئات التقارير كيف يقصف المدنيين كيف يموت الأولاد والنساء بشكل كبير أو يعني يهجرون هذا نقطة مهمة إذا الجيش السوري لا تميز بين الإرهابي والمدني تركيا لا تسمح لذلك يعني لذلك تركيا على الأقل تفتح حدودها للمدنيين أما الإرهابيين مثل ما قلت يعني ضمن الاتفاقي السوشي كان مفروض أن يسفر هؤلاء ولكن لسبب عرقلة هذه العمليات من طرف النظام ضربات المستمرة لم نستتنفق بين المدنيين والإرهابيين في الإدلب لأنه الآن ما اجتمع في الإدلب كل من هاجر من كل المناطق في سوريا لجوا إلى الإدلب لذلك تركيا أراد أن يقف هذه يعني احتمالية المجازر من خلال اتفاقية أسطنة وسوشي ولكن هذا طبعا فشل الآن تركيا عندها خيارات أخرى مثل مثل يمكن أن تتدخل على الأقل بشكل محدود مثل ما تدخل بالنسبة لأفرين بالنسبة لمنطقة نبع الفرات المسألة هنا دكتور برهان مختلفة يعني في ذرع الفرات أو ما سميت لغسل زيتون كانت باتجاه قوات أحزاب كردية الآن هون أمام الجيش السوري والجيش الروسي أيضا يعني هون اختلفت المسألة بشكل كبير بالنسبة أي عنصر إذا أصبح تهديدا للأمن القومي التركي إن كان روسيا أو سوريا لا يختلف تركيا لا تريد تهديد على الأمن القومي على الحدود فلذلك ويجب أن يكون من ناحية إنسانية أن يسمح لهؤلاء المدنيين أن يعني يستقروا شوي يعني صحيح بالنسبة للإدلب الآن وضع كارثي ولكن الآن يتحرك هذه المدنيين إلى الحدود التركية تركيا تتحمل تعملت يعني أكثر من لازم من هذه اللاجئين وكذلك تركيا طبعا تقوم بواجبها الآن صرف أموال كبيرة جدا ويعني كل هذه أمام عين الناس المكشوفة ونريد سلام في سوريا حتى يرجى من لجأ إلى تركيا هذا هو الهدر ولكن هذا لا يتم من خلال قصف القاتل يجب أن يكون هناك مبادرات من أجل السلام مبادرات سياسية من خلال القصف الأسكري لا يمكن أن ننتهي من المشكلة السادة يونس عودة التدخل التركي الأحادي كما هدد الرئيس أردوغان وأيضا ضيفنا الدكتور برهان قال عند حدود معينة تشعر فيها تركيا بتهديد للأمن القومي قد تلجأ إلى إجراءات عسكرية على هذه الجبهة إمكانية ذلك فعليا يعني أنا أستغرب كيف يمكن أن تكون حماية الحدود التركية عبر منظمات إرهابية بدل أن يكون الجيش السوري هو على الحدود وهذا يمكن أن يؤمن الحدود التركية يعني تستضل تركيا مجموعات إرهابية وتقول أنها هي تريد حماية المدنيين يعني هناك مغالطة كبيرة في نقطة هنا أستاذ يونس ربما تحدث عنها الدكتور برهان وهو أنه في الجماعات في جماعات تتبع لتركيا أو مدعومة من تركيا وهناك جماعات إرهابية هنا فرق بين مجموعات عسكرية كان المطلوب من تركيا بعضها إرهابي وبعضها غير إرهابي حتى باتفاقات سوتشي كان المطلوب دوما من تركيا أن تحدد من هي الجماعات الإرهابية ليتم التعاون بين تركيا وروسيا من أجل عزل هذه الجماعات تركيا لم تصنفها تارت أن تقول الشيء وتنفيه بعد فترة لذلك لا يمكن أن تكون وفق مزاجية الرئيس التركي في التعامل مع مسألة تحرير بلاد من الإرهاب وبالتالي على الجيش السوري أن يقوم بتطهير أرضه أما فيما يخص الحدود وحماية أمن تركيا على الحدود هل تصلح مسئولية سورية ومسئولية الدولة السورية التي يجب أن تساثر على أراضيها هنا الدكتور برهان ركز وأيضا الجانب التركي يتحدث بتركيز على هذه النقطة أن تركيا تدفع ثمن من خلال لجوء المدنيين هربا من العمليات العسكرية باتجاه تركيا يعني إذا عدنا إلى أساس المشكلة كلنا يدرك ويعرف والدكتور أيضا يعرف قبل الفتنة في سوريا كان هناك اتفاق تركي سوري بانفتاح كبير وعندما بدأت المشكلة في سوريا بدأت الأزمة بدأ أردوغان ووزير خارجيته السابق أحمد داود أوغلو هم من يهددوا وهم دفعوا أنفسهم إلى التورط بدل أن يساهموا وبدأوا يعطونا انذارات للرئيس الأسد أمامك أسبوعين وثلاثة أسابيع وإلى آخره هم انخرطوا في هذه المسألة هم أنشأوا تنظيمات ودعموا هذه التنظيمات دربوها وكل العالم يعرف أن تركيا كانت ممرا لعبور كل الإرهابيين من أوروبا ومن غير أوروبا ومن الصين ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق كلهم جاءوا عبر تركيا ولذلك لا يمكن أن تتحدث تركيا بهذا عليها أن تتواضع قليلا على الرئيس أردوغان أن يتواضع قليلا وهي تعاطى مع الواقع هذا بلد يجب أن يتحرر وكل مسألة أخرى تتعلق بعلاقات بلدين تكون بين دولتين وليس عبر تنظيمات أو عبر بدعوة المسألة الإنسانية الشعب السوري الدولة السورية هي أحرص عليه من أي إنسان آخر أو أي دولة أخرى دكتور برهان نعم أولا إذا كنت أريد أن أجيب على هذا ما قاله الضيف كالكريم أولا موقف تركيا منذ البداية كلنا نعرف كان دولة دائمة لسوريا حتى أمام الهجمات الدول الغربية ودقت الغربي ودقت الأمريكي ومن هذا القبيل تركيا كانت دائما داعمة لسوريا لأننا نعتبر أنفسنا يعني شعب لا ينفت عن تاريخيا وثقافيا عن سوريا ولكن بعدما بدأت اسمها تركيا ترجى يعني على لسان باوت أغلو على لسان أردوغان يعني مرات كثيرة لأن لا يلجأ بشار إلى الحل الأمني والسلاح الآن نتحدث عن الجيش السوري هناك عناصر غير الجيش السوري نعرف كلها من إيران من لبنان وهذه العناصر تحارب وليسوا من الجيش السوري نحن إذا كان الجيش السوري تؤمن هدودها تؤمن استقرارها الداخلي لماذا كان هناك حاجة لتركيا أن يستقبل هذه الملايين من اللاجئين واللبنان يستقبل والأردن يستقبل كلهم شردوا نحن كأننا نحن في دولة مستقرة وليس فيها مشكلة ونحن نعمل المشكلة تركيا اضطر أن يتعمل مع الواقع ودفع ثمن كبير لهذا الأمر وهذه الإرهابيين هم قاموا بالتفجيرات في داخل تركيا وكان غير مسيطرة 800 كيلوات أفل الحدود الآن دكتور برهان يعني في معادلة المراقب للسياسة التركية ربما يلاحظها عندما تبدأ عملية عسكرية في إدلب تستخدم تركيا أوروبا للضغط على روسيا من خلال التهديد بورقة اللاجئين أنا نفتح الحدود ويخرج اللاجئين إلى أوروبا تقوم أوروبا بالضغط على روسيا وعلى الحكومة السورية لإيقاف العملية بالمقابل عندما يتم الضغط على تركيا في الملف الليبي أوروبيا من قبل الأوروبيين تقوم بالنجوء إلى روسيا للضغط على الأوروبيين والاتفاق مع روسيا ألا تعتقد دكتور برهان أنه في هذه الوضعية حتى في شرق الفرات بين الأمريكيين والروس تبدو تركيا تخسر كل الجانبين تخسر كل الأطراف أولا موقف التركي موقف مبدعي ليس فقط مناورات ومصالح بالنسبة لليبيا نحن ندافع عن حقوق ليبيا وعن حقوق تركيا بالنسبة لسوريا كذلك ندافع عن حقوق تركيا وحقوق سوريا وحدة الأراضي السورية دولة التي منذ البداية دائما تذكر في كل مناسبة أن تركيا مع وحدة الأراضي السورية ولا دولة لا في أوروبا ولا في أمريكا بالعكس عندهم خطط لتجزئة سوريا وتفريق كل الأسكري فقط كان محدودا لسبب الإرهاب PKK على الحدود التركية أما بالنسبة لأناصر الإرهابية تركيا أعلن النصرة والحية التحرير الشام كلها أناصر إرهابية ولكن كيف تكتفك بين هذه الأناصر لا يمكن أن تحل الموضوع بتدمير المدن بكاملها هذا غير صحيح هذا تدمير المستقبل سوريا ولا تركيا لا تسمح لذلك ولا ترضى بذلك وهذا طبعا يمكن قد يكون شأن داخلي ولكن إنسانيا ووجدانيا تركيا يجب أن تأخذ موقف من هذا الأمر يعني لم تكن بين تركيا وبين نظام بشار أسد مشكلة من قبل لما تعرك بشار أسد بشكل قصف وقتل وتهجير تركيا قال لا مع ذلك تركيا لم تتواجه الجيش السوري إلى الآن لم تتواجه نعم نريد حل سلمي بدون أن يكون هناك تدمير كامل مثل ما قاموا مثلا بالنسبة للموضوع داعش هم دمروا مصل في الإراك هذا ليس حل تركيا تدخل في سوريا مثلا في أفرين ولم يدمر أفرين ولم يدمر مدن بكامل حاربة فقط مع الإرهابيين يجب أن نميز بين الشعب بل إرهابيين هذا هو المكو في التركيين طيب أستاذ يونس عودة يعني أنا أعتقد أن في الخلاصة أردوغان يريد إعادة صياغة لاتفاق مع روسيا إفاق سوتي نعم وطبعا مع إيران وبالتالي مع إيران ولإعادة صياغة هذا بالاتفاق يهدد أو يرفع من اللهجة أنه مضطر للقيام بعملية عسكرية تحت عنوان إنساني وما إلى ذلك لكن في جوهر العملية وهنا يجب أن ندقق تماما بالصمت الروسي حيال إرسال أردوغان آلاف السوريين إلى ليبيا من المرتزقة هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا كل العالم تكتبه يعني وهناك صور وهناك قتل وهناك صور وهم صوروا أنفسهم ومنهم منفر إلى إيطاليا وفر إلى دول أوروبية منهم المرتزقة الذين يرسلون إلى هناك مرتزقة الروس ومرتزقة السودانيين ويرسلون إلى هناك من شات كذلك لذلك أعتقد أن العمل عمل أردوغان على إعادة صياغة هذا الاتفاق لن تجدي نفعا وهو يرفع الصوت ويحاول عبر الاتصال بالرئيس الأمريكي منذ يومين بلهفته على ضرورة أن يوقف القتال في إدلب من أجل حماية ما تبقى من مجموعات لكن بما أنك تحدثت عن جوهر المسألة أستاذ يونس في جوهر العملية وهذا أمر غير معلن ونادر ما يتم الحديث عنه في بالاتفاقات بين الروس والأتراك ما يشبه الاتفاق على أن وضع إدلب يبقى إلى حين إنجاز الحل السياسي الكامل في سوريا الذي تضمن فيه تركيا مصالحها في سوريا بعد إنجاز هذا الحل يعني هذه ورقة ستبقى في الجيب التركي إلى أن يتم إنجاز حل سلام كامل في سوريا حل سياسي كامل في سوريا وهذه ضمان التركيا لأن تكون جزء من الطاولة أو جزء من الحل المقبل اليوم ما يجري كما تقول تركيا هو انقلاب على هذا الجوهر على هذا الاتفاق نعم أنا أعتقد يعني لا أريد أن أتبنى الموقف الروسي بقدر ما أتبنى ما تريده سوريا تماما الجيش السوري يريد تحرير الأرض السورية بغض النظر عن أي اتفاق آخر هناك محادثات جرت بين اللواء مملوك ومدير المخابرات التركية في دان نعم لم يعلن على ما تم الاتفاق وأيضا ويبدو ليست أول مرة وليست أول مرة فيها لقاءة سوريا تركيا على المستوى لأنه هل هناك يعني اتفاق جديد بين المخابرات في البلدين على خطوات ما حتى الآن لم يعلن عن ذلك ثانيا الاتفاق أو الورقة التي بيد تركيا هي تعني تركيا وروسيا ولا تعني سوريا وعلى سوريا بأي بلد في العالم هل ترضى تركيا أن تدخل قوات من أي بلد مجاور إليها وهي تصمت أو لا تحرر أرضها أو لا تعمل على تحرير أرضها بأي وسيلة هذا غير ممكن وغير منطقي ويخالف في نهاية المطاف في نهاية المطاف القرار السوري تحرير الأرض السورية طيب دكتور برهان كوروغلو أستاذ العلاقات دولية والعلوم السياسية بجامعة ابن خلدون التركيا من أسطنبول أشكرك جزيلا الشكر إلى هنا ينتهي الملف الأول في مسائية الليلة أستاذ يونس عودة تبقى معنا نتحدث عن اليمن وملف اليمن ميدانيا وسياسيا أيضا مشاهدين فاصل قصير ثم نعود إلى مسائية الليلة جددا نحياكم الله أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أبرز تفاصيل عملية البنيان المرصوص وأشار إلى أن الأحصائيات الأولية لخسائر التحالف السعودي في العملية هي أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير مؤكدا استهداف أبهى وجيزان ونجران وقاعدة خميس مشيط وشركة أرامكو أهداف حساسة في العمق السعودي خلال العملية فبلغ عدد القتلى والمصابين والأسرى أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير بينهم 1500 قتيل ولا زالت معظم الجثث في منطقة العمليات وبين القتلى عدد كبير من القيادات من مختلف المستويات وبلغ عدد المصابين 1330 بحسب المعلومات الاستخباراتية وهناك المئات من الأسرى كما أن عدد القتلى والجرحة من ضربات سلاح الجو المسير وكذلك الصاروخية أكثر من 430 قتيل ومصاب ونظرا للعدد الكبير من القتلى للعدد الكبير من القتلى وجهت القيادة بتشكيل لجان للتعامل الإنساني والتوثيقي مع كافة الجثث في منطقة العمليات أدت ضربات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للقواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية السعودية إلى أضرار كبيرة وبالغة عندما أصابت تلك الأهداف أعود وأرحب بضيفي هنا في السوديو الكاتب الصحفي الأستاذ يونس عودة ومعي مباشرة من صنعاء الخبير العسكري العقيد عزيز راشد حياكم الله ضيفي العزيزين سيادة العقيد أبدأ معك مباشرة بالآثار الميدانية والسياسية تأثيرات الميدانية والسياسية لهذا التطور العسكري الكبير نعم كان لهذه العملية عملية البنيان المرصوص عمليات كبرى جدا على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي والاقتصادي أما على المستوى العسكري فهو تأمين محافظة صنعاء وصنعاء كاملة وأيضا اغتنام عتاد عسكري كبير جدا وهزيمة 17 لواء و22 كتيبة واغتنام كامل معداتها وهذا يحمل معاني عسكرية كبرى أيضا قتل وأسر وجرح 3500 عنصر بينهم قيادات عسكرية كبرى وأيضا انهيار معنويات العدو مما أفقده الصيدر على أدواته كذلك إنهاء حلمهم في إيصال ما يسمى مدفع جهنم إلى أحد الجبال التي كانوا ينوون التوسع إليها كما تلك العناصر في سوريا التي تستخدم هذه المدفع الذي تسقطه على السكان في حلب وفي دمشق ومن هذا المنطلق هذه هي المكاسب العسكرية القبرى بالإضافة إلى المكاسب السياسية والاقتصادية فإنه نعم أما المكاسب السياسية والاقتصادية فهو إسقاط مشروع التكسيم وهو مشروع الأقاليم الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها المخابراتية والصهيونية في مؤتمر موفمبيك مؤتمر الحوار الذي فرض أقاليم والذي يتغنى دائما مرتزقة مأرب بإقليم سبا الذي يحوي على ثروات هائلة يكاد يصل إلى أكثر من ثروات المملكة السعودية للمخزون الهائل من النفط والغاز وكذلك إسقاط الآلة والماكنة الإعلامية التي اشتغل عليها العدو لخمس سنوات وهو يقول بأنه في يعني ريف صنعاء ومحافظة صنعاء من أجل التقدم إلى صنعاء تمام وبالتالي هذه المشاهد للإعلام الحربي تفند كل ما يدعيه في إعلامه الكاذب والمضلل الاقتصاد المكاسب الاقتصادية الاقتصاد وهو السيدرة الاقتصادية وهو أننا قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى بعد التنسيق مع قبائل مأرب والجوف وبالتالي عاصمتي محافظة مأرب وكذلك الجوف هي في السيدرة النارية الكاملة ولكن لم نستخدم السلاح الناري الثقيل تجنبا للمنشآت وتجنبا أيضا لحالة الاجتماعية والضرر الإنساني الذي سوف يتضرر وبالتالي عليهم أن يقومون بالتفاوض معنا من خلال التنسيق مع مشايخ ووجهات اجتماعية في المديرية أو عاصمة محافظة الجوف وكذلك في مأرب وعندها سيكون النفط والغاز في قبضتنا بالكامل وتعود إلى حضن الوطن أيضا إلى الحقول الواسعة التي تقول الدراسات بأن ما تحتويه محافظة الجوف من ذروات بترولية وغاز هي كبرى جدا تفوق المملكة السعودية وأيضا مأرب ستعود إلى الوطن مما يعني أننا سنوزع كل العيدات من المشتكات النفطية والغاز إلى موظفي السولة اليمنية بالكامل هذه هي المكاسب العسكرية السياسية والاقتصادية قبل أن تقل إلى ضيفي في الستوديو بالنسبة للجوف ومأرب المفاوضات بدأت أم تتوقعون أن تتم يعني في فعلا مفاوضات تتم مع وجه مع فعاليات مع يعني الفعاليات الاجتماعية اللي سميتها في هذه المدن أم بسبب السيطرة حاليا ناريا على هذه المناطق تتوقعون أن يبدأ التفاوض سيادة العقيد السؤال الموجه إلي نعم نعم لك نعم نعم فعلا نحن ننتظر ونحن دائما لا نتسرع بل الذي تسرع في العملية الذي أراد العدوان أن يتسرع إلى بعض المناطق في ريف صنعاء أن يتقدم فإذا بالجيش واللجان الشعبية يفاجئونه بهجوم معاكس التف على كل القوات العسكرية وأسقط هذه الآلة العسكرية الكبرى والتي لم تحدث في تاريخ الجيوش منذ الحرب العالمية الأولى والثانية بقوام سبعة عشر الواء من مختلف وصنوف القوات المسلحة على المدرعات والإستطلاع وكذلك المشاه وأيضا المدفعية والخبراء وأيضا الصنوف الأخرى من الكتائب المتخصصة من القوات الخاصة والقوات ما يسمى مكافحة الإرهاب الذي أنشأوها وكذلك ما يسمى حفظ السلام كتائب حفظ السلام ومن هذا المنطلق تم تضويقها وهي الآن أصبحت عتادها وهي ضربة مزدوجة وأيضا قطعت أوصال قوات التحالف ما بين الجوف وما بين مأرب مما يعني تقطيع أوصاله وعدم قدرته على التواصل أو التعاون فيما بين القوات في الجوف وكذلك في مأرب وهم الآن محاصرون بين جهة الجوف من عدة مناطق من ثلاث مناطق وتركنا لهم منفدا لكي ينفذوا منها ويهربون إلى حيث شاءوا أو إلى سعودية يدخلون أو إلى التفاوض الحقيقي والسلام الذي سيفرضه مشايخ ورجال هذه المناطق التي ضاقوا درعا بالتصرفات السياسية والإمارات هذه المداخلة أو المقطع الأخير الذي ذكرته سيادة العقيد سأسألك فيه حول موضوع ترك العديد من المقاتلين ينسحبون أستاذ يونس عودة بناء على كل هذه المعطيات التي قدمها سيادة العقيد والتي شاهدناها اليوم في أيضا كثير منها مع الصور للمؤتمر الصحفي المتحدث العسكري العميد يحيى سريع بعد خمس سنوات لماذا انهارت الجبهات بهذا الشكل وأيضا وضع القوى الداخلة في الحرب ما هو بعد هذا التطور أنا أعتقد هناك مسألة في غاية الأهمية هذا الإعداد للهجوم الذي سبق عملية البنيان المرسوس الذي كان يستهدف صنعاء مباشرة وقد أعلنوا تكرارا وقد عكسته وسائل الإعلام المرتبطة بدول التحالف العدواني السعودي على اليمن أن معركة صنعاء قريبا اقتربت سندخل صنعاء قلال أيام جاءت هذه العملية التي أعد لها أنا أعتقد لعدة سنوات من أجل أن تكون هي المعركة الحاسمة وبرأيهم أنه كان ليذراع الشعب اليمن في معركة صنعاء جاءت عملية البنيان المرسوس التي احتوت الهجوم الأول وانطلقت في عملية تحرير ليست بسيطة انتحرر حوالي 2500 كم مربع في منطقة تضاريصها معقدة جدا بوسائل أقل ما يقال فيها أنها بدائية في عمليات النقل والدعم اللوجيستي كل مسائل بسيطة جدا بينما الطرف الآخر الذي يمتلك طائرات ودبابات ومدرعات وكلنا رأيناها تحترق في الميدان رغم أن الغطاء الجو كان كاملا مكتملا وعملية التحرير التي جاءت وترك من يريد الفرار هذا دليل على مراس الشعب اليمني في مسألتين أولا قدرته القتالية الهائلة وثانيا البعد الإنساني أن الأسير أو من يريد الفرار يترك له الطريق وهذه مسألة ليست موجودة أستاذ يونس تتعلق بالسعودية والتحالف الداخل في الحرب أنت تعرف عندما تم إطلاق ما سمي عاصفة الحزم قبل خمس سنوات كان في تحذيرات كثيرة ونصائح للسعودية بأن لا تدخل مستنقع اليمن اليوم تبدو هذه المقولة أصبحت أمرا واقعا تعتقد لأنه في أيضا مفاوضات في مسقط للخروج من الحرب تعتقد السعودية الآن سوف تعجل في الخروج من المستنقع اليمني أنا أعتقد أن السعودية تدرك تماما إذا أوقفت الحرب في اليمن سينهار سينهار النظام هي تعتاش الآن على بقاء النظام في الحرب على اليمن لكن بنفس الوقت ستنزف لكن هذا التحالف سوف يتفكك التحالف وتبقى السعودية في النهاية وحدها في الميدان أضف إلى ذلك أن الوضع في الجنوب ليس كثيرا لصالح السعودية وأن فرضت اتفاق في المرحلة الأخيرة ومن نتائج عملية البنيان المرصوص أن الوضع في الجنوب أيضا سيعود إلى التحرك نعم ثانيا سيكون نتيجة أخرى هي الجيش اليمني الذي لا يزال تحت قيادة عبد رب مصور نعم سيكون هناك حسب ما أعتقد لبل أجزم إلى حد بعيد أن كثير من القيادات سوف تترك هذا الرجل وتعود إلى أصولها اليمنية لتعود إلى الدفاع عن اليمن السعودية في هذه الحالة ستكون الخاسر الأكبر طبعا سيما وأن هناك أيضا عمل سياسي تحت أعين الأمم المتحدة التي إلى حد بعيد تزور وتكون شاهد زور إلى أقصى الحدود لكن أيضا هناك بعض الدول لا تزال تتحرك تحت الطاولة حتى الآن للوصول إلى حل ما هل يمكن السعودية أن تنقذ نفسها باتفاق مع اليمن شخصيا أنا أستبعد هذا بسبب العقل الذي يحكم السعودية تسرحنا أستاذ يونس وأيضا ضيفنا سيادة العقيد أن نعرض جانبا مما جاء اليوم في المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري باسم قوات المسلحة اليمنية نتابع الآليات والمدرعات وكذلك الدبابات قدرت بالمئات ربما تصل إلى أكثر من 300 إلى 400 آلية ومدرعة التي اقتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية والذي تم أيضا تدميرها وإعطابها يظهر في هذه الصور أن هذه المدرعات سعودية وإماراتية كانت تشارك في هذه المعارك بعض الآليات والمعسكرات بعد أن تم إحراجها في مديرية هذه بعض المشاهد الليليات تظهر فيها احتراق بعض الآليات والمدرعات هذه سيارات مرتزقة أدقمهم ومعداتهم يحرق وهذا هو الموقع الذي كما تشاهدين أمام كل الشاشة هذه تم سلطبع عليه وهذه هي مدفعية المتزقة والمعسكر وهذه أحد المتزقة أبطق مغني تركوها المرتزقة هذا بالفرار مع أسكر كل عتادي الحصول على عدد كبير جدا من الغنائم منطقة عسكرية بأكملها وأعداد كبيرة من الألوية التي تم سيطرة على عتادها بالكامل جاهزه العملية وشارك عدد كبير منهم هذه فخر الصناعات الأمريكية من المدرعات والآليات تصبح تحت أقدام أبطالنا من المجاهدين وتم إحراق فضل الله الناس الأمريكية الناس الأسرائيين المعطفين الناس الأسلام يتم رفع علم اليمن عالياً ليرفرف فوق جبال نهم وكذلك المناطق التي تم تحريرها بفضل الله سبحانه وتعالى كرية التي تم تحريرها وهي من أفرز المواقع والمناطق الحاكمة في مديرية نهم وكان يعتبر تم إحلاقهم تعالون الله سيادة العقيدة عزيزة راشد الأستاذ يونس علق على مسألة الجنود يعني كلنا نشاهد بالفيديو اليوم كيف مجموعات كبيرة من الجنود تهرب وهي تحت مرمى النيران ويمكن أن يتم أسرها بسهولة ومع ذلك يترك لها مجال للفرار والهروب هذا تكتيك عسكري أم نوع من الحالة الإنسانية لا طبعا من الحالة الإنسانية الذي ننطلق من التعاليم الإسلامية ومن تعاليم القرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم من وجه الله لا نجريد منكم جزاء ولا شكورة ويطعمون الطعام على حبهم مسكين ويتمون وأسيرة أولئك الذين يهربونهم في مقام الأسرى فالتعامل معهم بتركهم من القنص أو الاستهداف المباشر يدلل على أننا نريد إرسال رسالة لمن يصلون إليهم أو الذين حركوهم أننا لم نستهدفهم ولم نقتلهم وكذلك يرسلون الرسالة بأننا لو أردنا القتل لقتلناهم ولكن سيعودون ويفكرون مليا ثم يراجعون حساباتهم بأن يعودوا إلى حضن الوطن وإلى صفوف الجيش واللجان الشعبية رغم الدساتير العسكرية التي تجرم مثل هذه الأعمال أن يشتغلون مع الأعداء وبالتالي هذه ننطلق من التعاليم الإسلامية ومن تعاليم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك من تعاليم كثيرة جداً وأيضاً المدارس العسكرية والأكاديمية التي انتزعنا منها كثير من الحالات الإنسانية وترفقناها بالإضافة إلى احترام قوانين جنيف ومع أنها ثانوية بالنسبة لنا لأن القرآن الكريم والإسلام والعروبة والنجدة والشهامة والشرف والرجولة والتعالي وإخلاقية الحروب هي أرفع وأسمى من تلك القوانين التي طبقت في البيت الأبيض وفي الولايات المتحدة وبريطانيا سيادة العقيد الصواريخ الباليستية التي استهدفت مواقع سعودية حساسة كما جاء في البيان دورها في هذه المعركة ودورها المستقبلي في المعارك المستقبلية كيف سيكون؟ نعم دورها كان دوراً ردعياً لأن الطيران السعودي والإماراتي حلق في أجواء المعركة لكي يحاول أن يفك الاشتباك أو الخناق الذي أطبقت عليها القوات المسلحة اليمنية والجان الشعبية ولكن دون جدوى كانت الدفاعات الجوية حاضرة وكانت الرسائل السياسية والاستراتيجية من القيادة السياسية والعسكرية للنظام السعودي بأننا قادرون أن نرد عليكم وهذه الأهداف الحساسة هي ما جعلت العدو يفكر ملياً وهناك أعمال سياسية لا أذكرها حالياً ولا يجب أن أصرح بها لأنها أعمال يعرفها النظام السعودي ولكنه يرتكب حماقات وبالتالي هذه الحماقات نرد عليه بـ 22 صاروخاً باريسياً وكذلك بـ 42 عملية للطيران المسيّر استدفت أماكن حساسة في الداخل أمام المرتزقة وفي أماكن أخرى لمحاولة تقطيع وصالهم وإخراجهم من المستنقعات الذين يتواجدون بهم لكي يحكم السيدرة عليهم وبالتالي كانت الضربات لشركة أرامكو وأماكن حساسة مؤلمة لنظام السعودي مما ترجع عن الغارة الطيران كان الطيران في مثل هذه العملية البنيانة المرصوصة عقبها يكون هناك الغارات تصل إلى 300 غارة في اليوم الواحد أي أنها تصل خلال هذه اللحظة إلى 3000 أربع عالف اليوم لم تصل كل تلك الغارات سوى 250 غارة تمام أختم معك أستاذ يونس عودة أولاً على الجانب الآخر ما في أي تصريحات لا يتحدثون نهائياً عن هذه العمليات أو عن عمليات الأسر نقطة ثانية يمكن بوقتنا قليل لكن لابد أن نتحدث عنها ما جرى في اليمن خلال خمس سنوات في دروس بالغة العبرة في أكثر من مكان وفي أكثر من منطقة التكنولوجيا والتفوق العسكري والمال لا يصنع نصراً ربما هذا أحد الدروس الدرس الآخر إرادة القتال إذا أردت أن تنتصر يجب أن يكون عندك إرادة قتال أيضاً أهمية السلاح في قلب موازين القوى وحتى يسمع العالم صوتك لأنه لا أحد اليوم أنت شفت خطابات صفقة القرن من هون لآخر الحدود لكن في نهاية المطاف إذا أردت العالم أن يسمعك عليك أن تكون قوياً مثل اليمنيين نعم يعني بلا شك أن المقاتل اليمني وهذا ليس حديثاً معروف في كثير من المحطات تاريخية كم هو مراسه متماسك مؤمن عندما يؤمن بخضية ما لا يتراجع لا ينظر إلى الخلف دائماً إلى الأمام ومسألة في غاية الأهمية أن الشعب اليمني يسمونهم شعب الحفاث يعني عندما يقاتل هذا الشخص الذي عاري القدمين يقاوم الأف 16 والبوارج الحربية ومحاصر من كل الجهات وترسل له الأوبئة وما إلى ذلك لو لم يكن مؤمناً بعدالة قضيته إلى هذه درجة لا يمكن أن يقف وأيضاً العدو في الطرف الآخر وربما هناك أمثلة بسيطة من خلال معركة البنيان المنصور تدلل على يعني انسداد الأفق أمام الطرف الآخر عند الانهيار في الميدان أربك الجو نعم أشكرك أربك الجو من خلال انهيار الميدان هذه سابقة حتى في التاريخ العمل العسكري أشكرك أسادي يونس عودة الكاتب الصحفي لحضورك هنا فيها للستوديو سياد العقيد عزيز راشد الخبير العسكري من صنعاء شكراً جزيلاً لك المسائية انتهت التطورات والميدانية تقلب المعادلة السياسية لمصلحة دمشق ومعركة تحرير الشمال تقترب من الحسم فهل تفتح معركة تحرير شرق الفرات اردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب ويتهم روسيا بانتهاك اتفاق سوتي والكريملين ينفي ويوكد أن إدلب ما زالت مركزاً للإرهابيين نيارات كبيرة في صفوف التحارف السعودي بعملية البنيان المرصو صلاف القتلى والأسرى والقوة الصاروخية الجوية تضرب أدافاً حساسة في السعودية لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر